وعلى ذكر ان السنة اللي فاتت كانت سنة حلوة فهي كانت سنة حلوة جدا لدرجة ان هي صعبت علينا السنة صح وللأمانة هي مهمة مش سهلة فكرة ان انت توصلي للقمة وارد لكن دايما يبقى له بقدير الازل الحفاظ على القمة ده اللي صعب اكيد من اتمنى ان شاء الله ان كل المواسم اللي جاية متقلش عن اللي فات كمان النادي الاهلي كان حقق لقب بطولة كاس مصر متفوقا على فيرامتز فيه النهائي بهدفين مقابل هدف لو حضرتكم فاكرين سجلهم كهرباء وحمد فتحي لكن طبعا يظل الانجاز الاكبر والاهم كان فوز النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا البطولة الغالية جدا والعزيزة جدا على قلوب كل الاهلوية يعني لعيبة وجهاز فني ومشجعين بطبيعة الحال النسخة الاخيرة طبعا كانت كلها تحديات ابتداء من مرحلة دوري المجموعات اللي تعرضنا فيه لموقف صعب جدا لغاية بقى الجولة النهائية اللي فوزنا فيها على الهلال السوداني بثلاثية بعدها الحمد لله تخطينا تقريبا كل الادوار الاقصائية بمنافسة قوية جدا لغاية لما تأهلنا لنهائي يتوصف بانه كان نهائي تاريخي امام الوداد المغربي كسبنا في القاهرة 2 واحد وسجلنا تعادل غالي جدا في كازابلانكا بهدف من رأسية محمد عبد المنعم عشان بالتالي نتوج باغلى الالقاب اللقب اللي منح لنا الى جانب لقب البطولة منحنا كمان لقب افضل نادي في افريقيا بالمناسبة لأستاذ طارق اندين ممثل النادي الاهلي في الحفل اللي اقيم عبر عن ساعته الغامرة وقال نصا في كلمته قال باسم مجلس الادارة باسم مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب اتقدم بالشكر لكل الحضور ولمسؤولي الاتحاد الافريقي ولا يفوتني في هذه المناسبة ان اتقدم بخارص الشكر الى الاشقاء في المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع والذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم اكبر الفعاليات العالمية وطبعا وجه الشكر كمان الى كل من دعم ترشح النادي الاهلي للمنافسة على هذه جائزة الرفيعة مليون مبروك والمزيد من الجوائز والمزيد من الانتصالات الفترة الجاية